زيكم يا بنات النهاردة جبتلكم مجموعة غسولات الغسولات دي عندي هي غسولات مش غالية بس في نفس الوقت ما بتدرش البشرة بتنظفها بتقدر ان انتي تستخدميها لو انتي بشرتك دهنية او بشرتك مختلطة بشرتك جفة اهم حاجة ان انتي ما تستخدميش اي غسول حتى لو غالي ان انتي تستخدميه كتير مفروض الغسول بيبقى مرة واحدة في اليوم عشان البشرة ما تجفش الغسولات دي اسعارها حلوة وفي نفس الوقت ما بترهيقش البشرة بالعكس بتنظفها يعني مسلا ده غسول آآ جونسون جونسون ده بالحبايبات الحبايبات اللي فيه دي بتنظف البشرة بتنظفها بعمق آآ حنين قوي على البشرة في نفس الوقت تقدر تستخدميه لو انتي حطها ميكوب كمان مزيل للميكوب حلو جدا فمن الغسولات الحلوة وما بيأثرش على البشرة بجفاف او اي حاجة خالص يعني من الغسولات الجميلة قوي ده ايفا بالخيار وكمان ايفا بالعسل اتنين حلوين جدا فيه من نسبة آآ تأشير بسيطة هو غسول ومكشر بس برضو مناسب لجميع انواع البشرة انا بشرتي جفة وعد فترة استخدمه كان حلو جدا بنظف البشرة بعمق الغسول ده بقى يا بنات ده غرني آآ الغسول ده للبشرة الدهنية او البشرة المختلطة انما البشرة الجفة منصحاش هو بيأشر البشرة تأشير خفيف وبيفتحها بس برضو اي حاجة باللمون او اي حاجة قوية آآ من غرني او كده بنستخدمها للبشرة الدهنية او البشرة المختلطة انما البشرة الحساسة او البشرة الجفة ما بتتحملش الحاجات القوية دي بتعملها لتهابات وبتجففها لو انت بشرتك دهنية آآ وخصوصا في الحر الافرازات بتاعتها بتبقى زيادة تقدر ان انت تستخدمي آآ غرني لان هو بيتحكم في لمعان البشرة آآ في نفس الوقت قابض للمسام بيفتح البشرة فهو هيبقى حلو جدا معاك لو انت بشرتك دهنية او مختلطة خصوصا في الحر وارضو في الشتا منصحش حتى لو انت بشرتك دهنية ان انت تستخدمي آآ غسول يكون قوي او مكشر لان في الشتا البشرة افرازاتها بتبقى بسيطة حتى لو انت بشرتك مختلطة او دهنية آآ كمان في آآ غسول آآ آآ الغسول تحلو جدا لانه بينظف البشرة بعمقه ومزيل الميكوب ومن احسن آآ الغسولات اللي هتستخدموها بتحكم في لمعان البشرة فهو حلو قوي بس مع البشرة الدهنية او البشرة المختلطة لو انت بشرة الجافة مش هتستخدميه كل يوم ممكن تستخدميه في الحر هتستخدميه مسلا يوم بعد يوم انما كل يوم يوم حيب أسعب